اشتركوا في القناة إن الأمجاد على قلتها في الأرض على موعد في القلب الكبير الذي حمله وريث الأنبياء وخليفة بطرس وحامل شعار مارون البطريارك ليسلحويك فيه أظهرت العناية الإلهية عجائبها فكان رجل العناية محققا في شخصه قول بولوس الرسول بأن الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء من الحضيد رفعته العناية الإلهية جاعلة من حياته ملحمة ولا أروع في القرية ولد ونشأ فحمل في قلبه الهدوء والنشاط على يد والده الكاهن ترعرع فرأى في الكهنوت قمة الأمجاد تحت السنديانة تعلم فتخرج رجلاً قوياً وشجاعاً في مدرسة مريوحن مارون درس فتفتح على حب طائفته في روما العظمى تلقى علومه فأحب الكنيسة وتجند لخدمتها لم يرى في القسقفية مكافأة بل خدمة فضاعف جهوده لم تستهوه المظاهر الخارجية الرنانة فسعى إلى تأمين إكليركية روما فضل على البخور والمديح مساعدة الكادحين ومؤساة البائسين حدب على الطفل والمريد واليتيم والفقير فأسس جمعية راهبات العائلة المقدسة وهكذا صار قدماً على دروب المجد من هو هذا الكاهن المتواضع؟ ابن بلدة حلدة البترونية الذي أصبح رأس الكنيسة المارونية كيف أحب قريته؟ وكيف ساهم في خدمة أبنائها؟ كيف أحب كنيسته بجنون؟ كيف عاش البساطة الإنجلية؟ كيف فهم رسالة الإنجل؟ فحول حياته شهادة حية تعبيراً عن حب المسيح المتأجج في أعماق نفسه أسئلة كثيرة نحملها اليوم إلى كاهن بلدة حلدة حيث ولد وترعرع وتنشأ القداسة في أجوائها في أحيائها بين كنائسها نرحب بالخور زياد سحاق كاهن رعية حلدة أهلا وسهلا فيك أمونة هاي يمكن فخري اليوم لأينا كمان حضرتك بهالوقت المناسب اللي أعلنت الكنيسة البطرياك ليس لحويك مكرم أنت كاهن هذه الرعية أولا شو بيعني لك شخصياً؟ ابن البلدة اللي أنت تقوم بخدمة أبنائها اليوم يعلن مكرم على طريق التطويب والتقديس هايدي أول شي سلام المسيح وهيدي من نعم ربنا الكبيري وأنا بعتبر البطرياك ليس لحويك هو علامي من علامات الأزمن بما يمر به لبنان من أوقات صعبة وهو الذي أسسه وساهم في إرساء دولته دولة لبنان الكبير بالنسبة لإلي كاهن رعية حلدة بعتبر فيه مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة أنه هذه الرعية يضو عليها لأنه يلي مضوية رجل النعمة الإلهية البطرياك ليس لحويك ويلي انطلق من هالضايعة الصغيرة الهادية الوادعة لحتى يعمل الكون كله ضيعته حلو العنية الإلهية تتدخل بكانيستنا اللبنانية كانت تحديدا كانيستنا المارونية منلاحظ أنه لما كان لبنان عم يمرق بأزمات بالتنة 98 أعلن في عنا طباوي هو الحردينة رجع من 2001 رفقة قديسة برجع من 2004 كمان كان لبنان مرق بأزمة صر الحردينة قديس أعلن البطرياك كماء البطرياكي مكرمين على طريق التطويب قديش مكن هالعلمات الأزمة اللي كنا عم تحكي عنه الأبونا هني فعلا اليوم هني عالمية رجع لكنيستنا المارونية خاصة بالظروف اللي عم مرفية وطننا لبنان هادي العلمات هي من فوق متل ما كانت دعوة البطرك ياسل حوليك من فوق وقتها نحن منشوف هذا البلد يلي هو لبنان ويلي قال عنه القديس البابا يوحنا بولوستاني إنه رسالة أكثر من وطن أكثر من وطن عم ترسخ هايدي المقولة وهيدي الحقيقة بإنه لبنان هو رسالة وزا مننظر إلى كل الشرق الأوسط وما يحدث فيه منشوف إنه هناك عناية إلهية تحمي لبنان طبعا تشوف النار كيف عم تتأجج حولينا ولبنان السرمد فالأكيدة شفاعة البطريارك ليسل حويك يعني واحد بيقول أم الصبي وبي الصبي أرسى علامات الأزمين بمسيرة حياته حلتها هي بلدة صغيرة ولكن مع البطريارك ليسل حويك صرت كبيري صرت كبيري شعبه هو شعب مسيحي ماروني ومتل ما كانوا يسموه العائلة عايشة بالسترة العائلة المارونية العايشة بالسترة واللي همه إنه ترضي ربنا كمان هيك ممكن بستطد لسؤال أبو نزياد شو نعكس أعلان البطريارك ليسل حويك مكرم على بلدته حلتها وكيف تتقبله وكيف تلقه خبر التكريم بفرح كبير بفرح كبير ولكن بدي أرجع لغرة والدته للبطريارك وبيخبره منا مدونة يمكن تاريخيا مش موسقة ولكن بيقوله عند إعلان البطريارك اللي يسلح حويك بطرياركا كانت والدته عم تشتغل بالحقل وراحوا لعنده عم بيقولوله أنت عم تشتغلي بالحقل ابنك صار بطرك وقفت وقفة وقفت انزهال قالوا لها شو بكي لازم تفرحي قالت له كيف بدي أفرح إذا الواحد صعب يخلص حاله كيف بدي يكون مسؤول عن كنيسة عن شعب عن عدد كبير من الناس وخلاص نفوسه ها حلو هيدا بيردنا إلى صدى أصوات القديسين بأنبين عندما كان يختار أحد الكهني أو الرهبان ليكون أسقفا أو بطريار كان كانوا يهربوا يقعدوا بالحرش مشال هيكي نحنا منرد كل الأمور إلى العائلة هالعائلة يلي تربى عليها يتربى فيها يتربى على عقائدها على البساطة المسيحية ولكن العميقة أولا جال قبل ما نفوت معك نتأمل شوي بالبيئة اللي أعيش فيها رح نتوقف مع روبرتاج بيخبر شوي عن بلدة حلتا هي مصد رأس البطير كاليسلح روبرتاج حلتا هي قرية لبنانية من قرى قضاء البترون في محافظة الشمال تبعد عن قاعدة القضاء مسافة 19 كيلو متر وتبعد عن بيروت مسافة 74 كيلو متر وترتفع عن سطح البحر حوالي 600 ماتر يبلغ عدد سكانها المحافظة مسجلين 595 نسمة تختلف المصادر حول أصل الاسم حلتا من السوريانية وتعني دلو وسطل وغمض السيف ومن الآرمية تعني الوادي أو الفاصل وتصحيف حلتا يعني الخالة تضم بلدة حلتا عائلتين لحويك وباسيل هاجر عدد من أهليها إلى الولايات المتحدة وكولومبيا والبرازيل والأرقوي وفي مطلع الخمسينات بدأت الهجرة إلى القارة الأسترالية من أبرز معالمها الأثرية كنيسة مر عبدة شفيع البلدة بنيت على أنقض معبد وثني وعلى جدرانها لوحتان واحدة عليها أحرف لم يعرف تاريخها وثانية كرشونية تشير إلى إضافة على البناء تعود إلى أكثر من 250 سنة كنيسة السيدة المعروفة بسيدة العين والتي شيدت في 3 أيلول 1860 يا أمها المؤمنون من كل صوب طلبا لشفاعتها وقدرتها العجائبية ترجمة نانسي قنقر كنيسة ماريوسوف شيدت سنة 1904 ويتم اليوم بناء كنيسة جديدة مع صالة للرعية لكل المناسبات بيت البطريير كلياس لحويك مؤسس الكيان اللبناني المعاصر وباني الاستقلال أدخل بيته قائمة الجرد العام للأبنية الأثرية وفي باحة المنزل أقيم نصب تذكري يحمل تمثالا للبطرييرك أهم أعياد بلدة حلتة عيد انتقال السيدة العذراء في 15 آب وعيد ارتفاع الصليب في 14 أيلول من أبرز مؤسساتها مستوصف اللجنة المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحركة الإنماء الإنساني وفيها رابطة الأخويات التي تعمل في تنشيك الحياة الروحية تميزت حلتة قديما بزراعة الحبوب وخاصة القمح واشتهر أهليها بزراعة التوت لتربية دود القز ثم استبدلوها بزراعة التبغ كمورد أساسي أما اليوم فهم يعتمدون على مواسم الزيتون والكرمة واللوز في حين التحق البعض منهم بوظائف القطعين الخاص والعام يحافظ أهالي حلتة على تقاليدا قديمة مثل تقطير العرق وصناعة دبس الخرنوب والتين المجفف والمشروبات والنبيذ والخبز على الفرن والصاج والتنور من أبرز وجوه البلدة بالإضافة إلى البطريارك الياس لحويك سعدل بيك لحويك شقيق البطريارك الياس وعضو مجلس إدارة جبل لبنان شغل مقام المتصرف بالوكالة مرتين لوون بيك لحويك الشقيق الأصغر للبطريارك أمين سر الوفد اللبناني إلى مؤتمر الصلح في باريس يوصف لحويك ابن سعدل بيك أول نحات في الشرق الأوسط في العصر الحديث صور تمثيل البطريارك من صنعه اليس لحويك ابن لوون الشقيق الأصغر للبطريارك لغوي أديب وشاعر مؤسس وصاحب جريدة السفير موسيقى 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 درجعبونا هيك لصلب موضوعنا في مقول اللبنانية بتقول إنه الإنسان ابن البيئة التي يعيش فيها البطريارك اللي يتسح ويك عيش ببيئة حلتة كيف يكتسفنا هالبيئة اللي عيش فيها الجو العائلي المحيط الكنسي الرعاية اللي كانت خاصة نعرف أنه بيه كان كاهن كل هالجو اللي عيش فيه شو سقل بشخصية البطريارك اللي يسلح ويك اللي هالفتاة اللي يسلح ويك اللي استثمرها بعدين لما صار بطريارك البطريارك اللي يسلح ويك عاش بعيلي عادية ولكن كانت مميزة أكيد بيه الكاهن كان مصل لأله ومصل شاهد وصار هو شاهد لأله لهذا المصل والدته أخواته عنده اختراهبه أيضاً ووصلت إنها تكون رئيسي عامي رئيسي عامي دير إحراش هيدا بيدل على إنه كلمة الله نزرعت بهيد العائلي وإذا بنرجع شوية للمجتمع الماروني كيف تأسس يلي كان بالبداية انطلق من حول الأديار ما كان في ناس كتير عنده أراضي كان أغلب الناس يلي ساكنين حول الأديار بيسموه شرك شركة الأديار شركة الأديار وكانوا يعيشوا حياة الرهبان يلي موجودة بالأديار يعني حتى بعض في كتير من كنائسنا اليوم بتلاقي بحيط الكنيسة هيك نوع من فختي كانوا يربطوا فيها الموايشي لحتى يصلوا إن كان الصبح صلاة الصباح وإن كان عشي صلاة المساء ويرجعوا على بيتهم تجتمع العائلة وكان في بكل بيت وأنا هلأ بحلتها البيوت الأديمي فيها قليل ما تلاقي بيت ما في يوك محطوط ومخصص للعذرة كان بس يخلص النهار تجتمع العائلة يصلوا صلاة المسبحة والطلبة يزيحوا للعبد والمين وغدا يوم آخر إذا هايدي البيئة هالبيئة الروحانية الروحانية يلي مزينتها ويلي معنوانتها فأكيد بده ياخد منها الإنسان أبن بيئته وعنده البطاريار كل يسلح ويك ما كان كتير يحب الحكي والدلالة على ذلك إنه هو كان رجل التأمل والصمت فكان مارئ أسقف وكان هو بعده كاهن فبيحكي بيقول تكلم ليس ما كان يحكي كتير يعني كان عنده صدى تأملي تأملي أكيد بنعم الله تأمله ب بندقاته لأله والدلالة على ذلك إنه كان واضح واضح وحاضر ومستعد لأي نداء للرب أمونا مثل شفنا شوي بالروبورتاج إنه فيه كنيسة كتير بحلتة نعم شبتم تاز بلدة حلتة هالكنيسة اللي موجودة فيها شو عطته للطفل الياس اللي صار فيما بعد بطي يركو اليوم مكرم الكنيسة اللي موجودة بحلتة هي أماكن كانت أساسية لحتى تكبر روحانيته للبطرياركلياس لحويك وخاصة إنه والده الكاهن وهو كان مرافق لأله وعم بعيش الأسرار يلي هي عيش الإيمان طبعا وهذا العيش يلي كان عم بيترجم بحياته وعم يسقل فيه صورة المسيح يوم بعد يوم ومشان هيك أنا اليوم نحنا سيقبت بها الزمن المسيحاني أنا بعتبر إنه البطرياركلياس لحويك هو يحن المعمدان الثاني همه أعداد شعب معد أحسن أعداد وهمه الإنسان ما كان بس عم بيفتش على مصلحة ديئة إنما ينظر إلى أفق بعيد وهيدا هيدا اللي بيسموه الرجل يعني المسؤول يلي ممكن إنه يستلم قيادة شعب أو أي مسؤولية تاني طيب أبونا زهل اليوم شو فيه نشاطات اللي هيكده عم تتحضرولها هو عم بتعيشوها بحلتها مسقط رأس البطرياركلياس بمنسبة أعلان المكرم بمنسبة السنة المئوية الأولى لأعلان دولة لبنان الكبير وكأنه هون كمان النعمة اللي هي اشتغلت إنه أعلن مكرم عشية أعلان دولة لبنان الكبير المئوية الأولى شو أبرز النشاطين اللي عم تتحضر بحلتها هو فيه فيه نوع من صلوات شخصية وصلوات جماعية ودعوة الجميع الجميع إلى أن يزوروا وأن يصلوا في هذه الرعية يلي فيها بعد كنيسة سيدة الانتقال ويلي فيها مش موسئة كمان بوسيئة تاريخية ولكن التقليد يقول أنه نال سر العماد فيها وهي مزار مقصود مش بس من المنطقة مقصود من كل لبنان سيدة حلتة بسموها وهيدي السيدة كمان كان لها إلى أثر كتير كبير بحياة البطريالك اللي يسلح ويك اليوم الرعية أبونا رحكي شوية عن الرعية هل فيها منظمات هل فيها جوءة كيف عم تنمى على الحياة الروحية يمكن اليوم بعد دعوة أعلان البطريالك اللي يسلح ويك مكرم صار في مسؤولية يمكن على الرعية روحيا أكتر أنه تنشيط الحياة الروحية كيف عم تتم التحضير لك نحن وخياتنا الرهبات رهبات العائلة المقدسة ويلي هني مشكورين وعم ننسق نحن وياهون حتى هيدا الفرح الروحي يلي عيشته الكنيسة يعيشو كل أبناء بما فيهم أبناء حلتة من وقفات صلاة من زياحات للأربان من أفعال عبادة تقوية شخصية وجماعية هذي عم بيحسسونا أنه هذا الحدث الكبير ومن يحمل وما يحمل هذا الحدث أعلان نعمة ربنا ونحن سيقبت بأبرشية أبرشيتنا وعلى رأسه سيادة راعي الأبرشية مونير خير الله يلي هي محصنة بالقدسين طبعاً يقال البترون هي ملتقى القدسين فيها من جربتها من كفيفان من عبرين اليوم كمين وصولاً بطريق موصل على دي الشرب هالأماكن كلهم تقريبون محصولين بمنطقة جغرافية بيعطوها هالأدئة قيمة ونحن نتذكرها الأولى اللي جايماً من ردده لبنان أرض قدسي وأرض قدسين بالضبط هذه مسؤولية إضافية على كل مؤمن بهالأبرشية أن يكون على درب القدس دعوة عامة أن نتقدس جميعاً ولكن في عنا علامات البطريق اللي يصلح ويك هو مدرسة مدرسة لألنا هو منا من بيئتنا من شعبنا من عائلاتنا وهيدا بيدل على أنه الدعوة إلى القدسة منا خيالي الدعوة إلى القدسة حقيقة ودعوة شخصية موجهة لكل إنسان مننا وهي مشروع حياتي لكل إنسان مشروع حياتي لكل إنسان أولا حكيتنا بسيئة الحديث عن التأمل اللي كان هيكده عم بيعيشه البطريق اليسلح ويك الصلاة ومفعول الصلاة بحياته داشي مكان كمان بحلطة بيعايته كان الصلاة اليومية البيئة اللي خلق اكله جو الصلاة دفعتهم كان للتأمل بس شو أهمية الصلاة بحيات البطريق اليسلح ويك الصلاة هي اللي بتفتح عينينا على معرفة الله الصلاة هي لغة تخاطب بيننا وبين الله وهذا التخاطب وقت اللي بيقوى وقت اللي بيصير تخاطب قلبي وروحي نصبح فيه نصبح فيه الله ندخل فيه نصير بقلبه وهو بيكشف لألنا هالذات هالذات الكبيرة العظيمة اللي متناهي وعن محبته اللي متناهي وعن إدراك نحنا بعقلنا البشري ممكن نقدر نوصل له فالصمت والصلاة هني أساس ولكن نتيجون وصمارن شهدت الحياة يلي شهد فيها أولا ما رفناح لأنه بستة أيلول 2019 صار فيه افتتاح لدرب البطيارك اليسلح ويه شو أهمية هالدرب من وين ل وين بتمتد وكيف أن المؤمنين اليوم فيهم يستفيدوا منها اللي عب يشوفونا عبر شاشة تليلوميار اليوم بليبنان وبالعالم كله أنه يستفيدوا من هالدرب هايدي وشو تحديدا مكفوم هالدرب وليش أنشأته هالدرب هي بتحمل مع كل شخص كل صعوباته وبتطلب من البطيارك اليسلح ويه وشفاعته لضربنا أنه يحقق لحاملين نوايا هالنوايا هايدي الدرب فيها طلوع وفيها نزول متل ما كانت حياة البطيارك اليسلح ويه متل حياة كل واحد منه متل حياة كل واحد منه ولكن هو على كبر مسؤوليته على المسؤولية يلي كان موجود فيها كانت مسؤولية كبيرة من وعا بتبلش أبونا؟ بتبلش من الدرج يلي بينزل على كنيسة سيدة الانتقال سيدة حلتا اللي يقال محل ماتعمت محل ماتعمت وبتنطلق بقلب الوادي لحتى تنزل على جبلة بقسمية وبتكفي بتنتهي بدير الأم عبرين مرورا بكفرحي أو ما بتمرو على كفرحي؟ أكيد بتمرو بكفرحي كفرحي هي محطة أساسية البطيارك اليسل حويك فيها تعلم ومنها امطلق لحتى يكون كاهن ومن ثم أسقف ومن ثم كمين رجع علم بعد ما رجع من الرومة؟ كمين علم بكفرحي؟ فرحي إلى أساس هي جارته وهي امتداد لضيعته يعني منطقة البطرون هي قريبة بالطبيعة وحتى بنشأة أبناء الناس الموجودين فيها بطبيعة حياتهم وسلوكهم أيضاً هو سلوك مشابه هل يستغرق وقت اللي بده يمشي هالطريق من حلتها لعبرين؟ بتصور أنه بده وقت شيء أربع ساعات أكيد حسب ما الجروبات بده تعمل وقفات صلاة لأنه في وقفات على كل محطة يعني ممكن كل جروب بهالمحطات يلي ماشيين ويلي حاملة الأحرف السريانية يلي هي تراثنا ويلي البطريار كليس لحويك حمل هيدا التراث تراث الكنيسة السريانية الانطاقية شو ما طوب اليوم من المؤمنين بحلتها وغير حلتها نعيش التكريم ما في كل مرحلة بالأداسة هي مهمة ويقال لي من أصعب المراحل أنه أعلنه مكرم أعلن بطولة الفضائل كيف أنا اليوم بده أتمثل بالبطريار كليس لحويك بده أفرح بهالمرحلة هادي تحضيرا للمرحلة التطويب سموة التقديس بتصور التحضير يجب أن يكون من انطلاقة من الجهد الزاتي أنا بدي استفيد وهيدي الإفادة أساسها روحي لأنه انطلاقة البطريار كليس لحويك لأساس تبعها روحي الأساس هو الإيمان يلي انطلق منه من عائلته ويلي حمله من كنيسته أنا اليوم بدي بدي ضوي على شغلي عن الإيمان لأنه نحن صرنا عم نلاحظ أنه فيه فيه نوع من فصام روحي وهيدا الفصام الروحي يلي فيه تبجع في كتير من الكلام وقليل من العمل نرجع للصلاة وترجمة الإيمان من خلال الأسرار عيش الأسرار ويلي البطريار كليس لحويك بيركز عليها بيرزاد اليوم نحن هيك شرفت الحلقة على نهايتها شو بتطلب من البطريار كليس لحويك اليوم على صعيدك الشخصي وعلى صعيد رعيتك هي بلدة حلتك بطلب من شفاعة البطريار كليس لحويك طلب شخصي أن يعطينا من قداستي لأن نحن نعتبره أيضا هو يمكن مش مرفوع على كل مذابح الكنيسة ولكن هو بالنسبة لمنطقتنا ولأبرشيتنا ولكنيستنا المارونية هو حامل سمات القديسة فيعطي كنيسته كنيسته الشهادة الشهادة رغم الصعوبة بما نمر به نكون من شعبنا نحن الكنيسة نحن الكنيسة وإلى جانب شعبنا وبالنسبة للبنان بطلب منه أنت أسسته أرسيت قواعده وهمك كان أن يكون هذا الوطن رسالة وبيجمع الإنسان المسيحي وغير المسيحي طبعا فعنايتك يبقى هذا البلد نموذج للرسالة وللعيش المشترك شكرا لك برزياد نتمنى هيك أنه هالسنة تكون اختبارات روحية مهمة في بلدة هلتا مسقط رأس أبا طيالك اللي يسلح ويك لحتى هيك كل أبناء الرعية يستفيدوا من هالنعمة اللي حلت على بلدتهم ونربح كمي بالمستقبل قديس للكنيسة المرونية أمين يا رب أمين بشكركم وشاهدين المصالة ختم حلقتنا لليوم اللي ضوينا فيها على بلدة هلتا مسقط رأس البطريارك اللي يسلح ويك دايش هالبيئة عطيته للبطريارك من نعم كتير استثمره اليوم بخدمة الكنيسة ووصلته للأديسة على أمل نلتقى فيكم بموعد جديد نترك عندكم سليم ربنا وشفاعة المكرم البطريارك اللي يسلح ويك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة